اكدت سعادة السيدة نور بن تعالي لخليف وزيرة التنمية المستدامة اكدت حرص مملكة البحرين على اشراك الشباب البحريني في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تأهيلهم وتقديم الفرص لهم للعمل في الخطط والمشروعات والبرامج التي تندرج تحت برنامج الحكومة 2023-2026 بعنوان من التعافي إلى النمو المستدامة الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطن وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة لها جاء ذلك لدى لقاء سعادتها منتسبية الدفع الخامسة من البرنامج القيادي الوطني عايبويوث الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ومؤسسات إنجاز البحرين لتنمية الكوادر الشبابية وصغل قدراتهم ومهاراتهم لتصب في الإنجازات المحلية والدولية إلى جانب تسليحهم بالعلم والمعرفة حرصت وزيرة التنمية المستدامة الالتقاء بمجموعة من الشباب المشاركين في برنامج حايبويوث للقيادات الشبابية بدفعته الخامسة بحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة مؤكدة على الدعم لا محدود الذي يحظى به الشباب من لدن جلالة الملك المعظم والاهتمام بتفعيل البرامج والمبادرات الداعمة لهم التنمية المستدامة وممتعني هي معناتها وخلق مستقبل أفضل للجميع وطبعا المستقبل هو الشباب اللي عندنا أهم نصف الحاضر وكل المستقبل في المملكة البحرين في العالم كذلك فإحنا لما نطالع إلى الأدوات المهمة اللي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة تشوفين كلها هي أدوات في متناول يد الشباب والشباب اللي ممكن يساعدوننا فيها وجمع هذا البرنامج الشبابي القيادات الوطنية المؤثرة والصناع القرار ليتعرفوا عن كثب على الخبرات وما حققوه من نجاحات لتأهيلهم في الخروج بابتكارات تحقق الغايات والأهداف الوطنية سعيدة بهذه اللقاء اليوم اللي جمع منتسبي هاي بويوث مع سعادة السيدة نور بن تعليل خليف وزيرة التنمية المستدامة ونظراً لالتزام مملكة البحرين بتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات بما يتوافق مع نهج سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم هذا ظهر واضح من خلال الاستعراض الوطني الطوعي الثاني اللي قدمته مملكة البحرين بشأن تقدم المحرس في تقديم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويؤهل برنامج هاي بويوث الشباب البحريني ليكونوا مساهمين إيجابيين في نمو الاقتصاد الوطني لكونهم المحرك الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة نشكر سعادة وزيرة التنمية المستدامة على طبعا حصن الاستضافة والترحيب وحبين نعرف أكثر احنا كشباب عن التنمية المستدامة بشكل عام في مجالاتنا المختلفة كل واحد بحسب تخصصها نشكر برنامج هاي بويوث على هذه الفرص التي تجمعنا مع صناع القرار في البحرين مع الوزراء وكثير من الشخصيات التي تأثر علينا كشباب وتخلينا دائما نرقى إلى الأعلى ويعد معهد الإدارة العامة أول مؤسسة حكومية تقوم بتضمين أهداف التنمية المستدامة في برامجها المعنية ببناء القدرات الإدارية وبناء جيل من القيادات الحكومية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة جهود بارزة في تحقيق الاستدامة ها هي ترسم اليوم بجميع نواحي التنمية وفق توجيهات واضحة ليكون الشباب هم الأساس في عملية استدامتها طلعنا نايف لمركز الأخبار تلفزيو البحرين ترجمة نانسي قنقر